بعد رحلة شاقة جدا إلى غانا النادي الأهلي كالعادة يصعد إلى الدور التالي للعام الثامن على التوالي الحقيقة بداية البطولة عند النادي الأهلي آخر 8 مواسم أو آخر 8 سنوات بتبدأ من الدور ده فتخيل بداية البطولة عند النادي الأهلي هي مرحلة وداع بعض الفرق للبطولة دي خاصة الفرق اللي بيقال عنهم أنه هم منفسين وأنا الحقيقة بشوف أنه ضغط كبير جدا وقع عليهم بقدر استفدته من كلمة منافس النادي الأهلي إلا أنه أيضا ضغط عليه في وضعه مع منافس النادي الأهلي لأن الأهلي بيصنع التاريخ الأهلي في الحاضر والمستقبل والماضي إن شاء الله يكون دائما وأبدا رقم واحد دي بطولة المميزة آخر أربع مواسم النادي الأهلي بيصل مرارة النهائية بيحقق ثلاث بطولات ما دون ذلك الفرق المصرية التي تسمى منافسي النادي الأهلي بعيد تماما عن تحقيق مثل هذه الإنجازات يمكن طبعا يعني هارد لك لفريق بيرامدز النهاردة تلقى هزيمة قاصية أمام مازينبي بسلسية نظيفة وأصبح خارج البطولة تماما ودي مشكلة جماعة بطولة دوري أبطال أفريقيا أن للبعض استسهلها من إنجازات النادي الأهلي يعني بدأنا نسمع السنوات الماضية أن بطولة أفريقيا بطولة سهلة أن النادي الأهلي حول بطولة أفريقيا لدورة رمضانية ده لما تخدف مفهومه الصحيح هو مستوى النادي الأهلي اللي هو فارق عن مستوى الفرق الأفريقية مش لأن البطولات ضعيفة بدليل أن ما فيش فارس آخر مصري غير النادي الأهلي قدر يحقق البطولات دي أو حتى قادر أنه يصل للمبارات النهائية أو الأدوار الإقصائية باستثناء نادي الزمالك لما صعد المبارات النهائية أمام النادي الأهلي في مبارات القضية الشهيرة وبالتالي لازم نبص للبطولة دي باحترام أكتر من كده ونبقى فاهمين اللي بيعمله النادي الأهلي هو الاستثناء مش القاعدة لأن الحقيقة القاعدة اللي احنا شايفنا أن ما فيش أندية مصرية بتحقق البطولة دي أو بتقدم إنجازات في قارة أفريقيا باستثناء النادي الأهلي ولذلك بداية النادي الأهلي مرحلة بداية النادي الأهلي هي مرحلة نهاية الآخرين وكانت المباراة بظروف صعبة جدا يمكن عصرنا وشوفنا وتابعنا دقيقة بدقيقة وساعة بساعة وصول البعثة إلى مطار أقرى ثم كوماسي والعودة أيضا اللي كانت يعني بعد المباراة مباشرة والإرهاق اللي كان على اللاعبين يمكن كان شوت أول مش أفضل حالات لكن شوت تاني بهوية النادي الأهلي فوز تاريخي مش لقوة فريق ميديامة بقدر ما هو فوز في الأراضي الغانية بعد ثمن محاولات وتمن زيارات إلى غانة لم يحقق النادي الأهلي الفوز النهاردة كمان مباراة يانج أفريكنز وشباب بلوزداد ومفاجأة من وجهة نظر الفوز بربعية لينج أفريكنز على الشباب بلوزداد حسم المجموعة وأصبحت مباراة الأهلي وينج أفريكنز هي مباراة فارس من أجل حسم مقعد صدارة المجموعة ويمكن كنا مشتركين جدا في أفكارنا في فكرة أن النادي الأهلي لابد أن يصعد متصدر المجموعة آيا كانت الظروف اللي قابتنا في البطولات الماضية أننا تاني وخدنا البطولة لكن في النهاية أنت اسم النادي الأهلي القيمة التصوكية للنادي الأهلي إمكانيات النادي الأهلي الفنية كان لازم تؤهله أنه إن شاء الله يكون أول هذه المجموعة ده حقيقة أسامة ويمكن تاريخ النادي الأهلي فيه كتير جدا من المواقف اللي أنت جماعة برضو سعدت فيها أول مجموعة وحققت اللقب ومواقف أخرى سعدت فيها تاني مجموعة وخسرت اللقب وأقرب هاللقب اللي خسرته أمام الوداد في 2022 فأنا بشوف أن الجيم بتاع أول وتاني والكلام ده والفقل الحسن والحظ شوفوا أنه يعني لا يليق بالنادي الأهلي ولا يليق بعقلية جمهوره عقلية جمهور النادي الأهلي لديه زهنية خاصة جدا هي اللي صنعت التفوق على مدار سنوات للنادي الأهلي وهي أن أنت فريق ما بتبصش لكده فريق ما بتعتمدش على الحظ ولا عندك كسة بقى أصل بتفائل بالتيشرت ده بلعب بالتيشرت الأساسي بلعب بالتيشرت الاحتياطي النادي الأهلي ما فيوش يا جماعة الكلام ده النادي الأهلي فيه اللعب على البطولة وبس آه طبعا ما فيش حد طول الوقت وهو بطل مطلق وإلا نلغي التنفس في كرة القدم وبلاها إنما هدفك إيه يفرق كبير جدا عن اللي بتحققه وعن هو هدفك هدفي طول وقت إن أنا بطل اللي بحققه إنه هو غالبا أنا بكون البطل ووارد يحصل استثناء ولكن مهم جدا إن أنا عقلية جمهور النادي الأهلي وعقلية النادي الأهلي هي بتبحث على البطولة 2005 كنا أول مجموعة وخدنا اللقب 2006 كنا أول مجموعة وخدنا اللقب وغير كده كتير جدا ففكرة أول وتاني والتفاول والتشاوم أنا أشوف إنها فكرة دخيلة على الثقافة التشجيعية الأهلوية